بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شاع محسن الزنداني على هامش اجتماعات المنتدى العربي الصيني مع وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وصار الدكتور الزنداني خلال اللقاء بحضور سفير اليمن والصومال لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقات دكتور محمد الميتمي وعوالي كولن مستجدات الأوضاء في اليمن وهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن العابرة في البحر الأحمر وتأثيراتها على المنطقة من جانبه أكد وزير الخارجية الصومالي أهمية التعاون الوثيق بين البلدين في شتى المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة